بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن جمعنا على هذا المقعد من نوع القرآن نتعرف على حروف القرآن كيف تدور في المصحف وكيف تلفظ وهذه المائدة هي مائدة القرآن الكريمة التي ربنا سبحانه وتعالى رزقنا إياها بحوله وقوته وفضله أولاً وآخراً الحمد لله اليوم سنصل إلى آخر الحروف وهي الحروف الشهوية وهي آخر درس في دورتنا مع رفيق الحرف في القرآن نترافق مع هذه الحروف وندور في المصحف من حيث مخارجها وشكلها ورسمها وخطها وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الحرف ولكن أيضاً في هذه الدورة دورنا مع من يتعلم القرآن فبارك الله فيكم نشكركم أخواتنا الفاضلات نشكركم أخواتنا الفاضلات كنا معكم ورافقتمونا في هذه الدورة وتعلمنا منكم أكثر مما يعني علمنا كما أظن الحمد لله أن فتح علينا بهذه الدورة الفتحات التي كانت جزء منها هي النقاشات مع الأخوات كانت نقاشات غنية وقوية وكان فيها تصليح منكم لإلي وأنا أعترف دائماً أقول أنا طالبة مجتهدة في التجويد والقرآن أحب أن أعلم ما تعلمت وأحب أن أنظم ما تعلمت وأطرحه بطريقة تساعد المتعلمين لكن مع ذلك تعلمت أكثر مما علمت الله بارك فيكم وجزاكم الله خيراً عن رفقتكم الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنان النعيم أن يجمعنا على سرر المتقابلين لم نستطع أن نلتقي وجوهكم لأن هذه الدورة أونلاين لكن التقينا بصوتكم والتقينا بأرواحكم والتقينا بدعواتكم ونقاشاتنا على البروب وما إلى ذلك يعني جزاكم الله خيراً كثيراً طيباً مباركاً يا رب العالمين ويعظم لكم الأجر ويعظم لكم الجزاء يعني كان من ما تعلمت في هذه الدورة أن كثير من الأخوات الذين يحضرون معي يحضرون حتى في دورات أخرى تعلمت من نشاطكم تعلمت من قوتكم تعلمت من همتكم العالية جداً في الدورات تعلمت من مرجعيتكم كثرة ما تحضرون وترجعوني فيديو الفلاني بيحكي هيك والفيديو والشيخ الفلاني بيحكي هيك يعني مرجعيتكم رائعة تعلمكم عن طريق النت يعني هذا الفتح المبين الذي فتح بي الزوم وفتح بالتعلم أونلاين فتح علينا أبواب من الخير الحمد لله ما كان واحد يظن أنه سيلتقي علماء كبار مثل الدكتور محمود حسين ولا دكتور غانم قدوري ولا الدكتور عادل أبو الشعر التقيناهم في دورات هكذا أونلاين كلها أونلاين ما كنا نظن أنه نحضر عندهم ما كنا نظن أنه ممكن نسمع لهم وما كنا نظن أنه نسمع للدكتور أيمن السويد حلقات كاملة مثل حلقاته في شرح المنظومة ثم بعد ذلك التبيان في إخلاق أهل القرآن ما شاء الله يعني الأونلاين فتح الخير الكثير الدكتور جمال القرشي أدلوني عليه كمان جديد على محاضراته إن شاء الله سأبدأ أحضرها وهكذا يعني من دورات أونلاين من تيليجرام القدرة على أن يكون في قناة وهذا القناة فيها كمية كبيرة من المحاضرات المخزنة والجاهزة لمن تحب أن يتعلم هذا الفتح الكبير ما كان يتم لو لا فضل الله سبحانه وتعالى فضل الله سبحانه وتعالى يجعل في كل شدة يجعل هناك يسر ويجعل هناك فرج وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى نحن رافقنا الحرف في القرآن ونحن نبتغي بركة القرآن جميعها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمى علينا ببركته وفضله ومن فضل الله سبحانه وتعالى في كلامه فيمنى علينا ببركتنا في الوقت ويكون شفاء لما في الصدور وما في القلوب قبل أن يكون شفاء لأبدان ويكون شفاء للأرواح المجهدة والأرواح المعذبة في الأرض يكون يا الله هذا القرآن براس لنا نتبعه ونلتزمه في هذا الزمن الذي تكثر فيه الفتن ولكننا بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى دائماً وأبداً أن يبقين مع أهله أهل الله وخاصة مع أهل القرآن ويجمعنا معهم ويعلنا في خدمتهم حياكم الله جميعاً ويوم نكمل إن شاء الله مع الحروف الشفوية وهي آخر مجمع من الحروف مع حروف الرفيق الحرفي في القرآن دورتنا هذه التي نعرّج فيها ونسطح بالحرف في كافة ما نعرفه وما يلحق به حول القرآن دور ومع القرآن حيث دار اليوم الحروف الشفوية هي البا، الميم، الفا، والواو لكن بس بدي أنبه على موضوع الواو كنا من حيث إكمال الموضوع وضعنا الواوات الشفوية اللي هي مخرج الواو الغير المادية وضعناها مع الواو المادية حتى كنا نعطي في ذلك الدرس الواو المادية أعطينا كل أشكال الواوات وكل ألفاظ الواوات فبهاي الواو اليوم لن نتحدث عنها مع الحروف الشفوية لأنه تم تغطيتها مع حرف الواو ستجدونه مع فيديوهات حرف الواو لأنه كنا حابين نجمع كل أنواع الواو في مكان واحد حتى يصل على الإنسان تمييز بينها ومعرفة الأثر التجويدي لها فهنا نختار من الحروف الشفوية التي سنشرح عنها هي الباء والميم والفاء بإذن الله تعالى في فواتح السور لا يوجد لدينا غير الميم من فواتح السور وهي الألف لام ميم الفلام ميم الفلام ميم صاد الفلام ميم راط صين ميم وهكذا والحام ميمات هذه الصور التي فيها حرف الميم في عندنا لحظاتنا على حرف الميم في فواتح السور أنها إذا تضغم مع الميم من كلمة لام الميم من كلمة لام مع ميم الأخرى اللي في كلمة ميم لأنه تعرفوا هاي أسماء الهجاء موصولة معا فعند كلمة لام ثم كلمة ميم اللي هو اسم الهجاء الأول مع اسم الهجاء الثاني تلتقي فيه ميمتين فهي من إضغام المتماثلين مع مرتبة غنى أولى فأينما تجد ألف لام ميم الميم بتاعت كلمة لام ثم الميم بتاعت كلمة ميم فيها إضغام متمثلين وبالتالي المد قبلها سيكون حرفي مثقل للحرف الذي قبلها أما الميم نفسها فيها مد حرفي مخفف لأنه لا يوجد أي حكم مع الحرف التي بعدها مثلا الصاب أو الراب في كلمة تاسين ميم اللي عنا حكم آخر بين نون من كلمة سين فالنون منها مع الميم فيها إضغام متقربين هو جائز لغير حفص في كلمة تاسين ميم يعني واجب عنده حفص لكن جائز عنده غيره في حاميم لا يوجد فيها حكم لأنه هنا حمد حرفي طبيعي وحاميم كلهم لا يوجد فيها فالحكام موجودة مع الألف لام ميم والتاسين ميم عدد مرات ورود هذه الحروف كعموم في القرآن عنا 8000 مرة الفاء الميم تكثر الميم والواو بطبيعتها لأنها من الحروف الزائدة يعني غير الحروف الأصلية في الكلمات أو أصل الكلمات فهي أيضا من الحروف الزائدة بمعنى الضمائر وما إلى ذلك فالتالي يكثر ورودها الحرف الميم من الحروف التي تشيع والواو بسبب العاطف أيضا يشيع ورود الواو بكثرة في القرآن أما هذه باقي أعداد الحروف الباء مثلا حوالي 11,500 حرف الفاء تقريبا 9000 وهكذا يعني فالرقام معتادة التورد لكن الميم والواو لأنه تكثر فيها الزيادات فإذا هذه الحروف وجدت في الآيات نجدها في كثير من الآيات الميم الفاء الواو يعني من الحروف التي يكثر ورودها ويعتنوا بها حتى في الرسم العثماني القديم فنجدها هاي الواو هاي الميم مثلا هاي الفاء هنا فا واو واو ميم وهكذا فنجدها مرسومة ومعتنى بها في الرسم العثماني للحروف موجودة ويمكن تمييزها تبقى موضوع الإعجام في الفاء حتى نمييزها عن القاف يمكن هذا الشيء الوحيد اللي بيحتاج إنه شوية جهد من نعرف الكلمة إيشي من خلال إنه ما في عليها حرف إعجام لا يوجد إعجام الحرف اللي هو النقطة الواحدة فبالتالي هو موجود فقواعد الرسم العثماني التي تنتبق على الحرف ما أكثر ما ينتبق عليه هو موضوع الموصول والمقطوع الما هي السبب الميم هي من الحروف اللي فيها مقطوع وموصول الميم تتصل كلمة ما تعدد ورودها في القرآن خاصة قبل حروف أخرى فبالتالي هي مما يكثر اتصالها في بعضها يرد بالقطع وبعضها يرد بالوصل مثل كأم ما عن ما مثلا وردت وردت مقطوعة وغير ذلك موصول فهي الفكرة إنه الما هي السبب وجود الكثير من الوصل في كلمة من أم من أم من هاي من أم من فهذه برضو موجودة رجعنا للما كلما بأسما فيما فبالتالي الما هي أكثر ما يرد عن من رجعنا يومهم هون يوم بالذات هي الميم اللي بنحكي عنها أيام ما رجعنا للميم يوم إذ يوم الميم هنا من موصول مع كلمة إذ وكأن ما فرجعنا للما فهي يمكن الما هي أكثر ما يرد ووصولا مع ما حوله فاتح الصور مع الألف لا ميم حكينا الميم الألف لا ميم والطاصي الميم والحا ميم إذن هي ينطبق عليه أيضا موضوع الموصول في فواتح الصور حسب ورودها تركيب الحرف في الخط الفاء ناخدهم واحد واحد نبدأ مع الفاء الفاء مثل القاف كما تحدثنا فيها مع القاف تأتي بأول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة وتحدثنا في موضوع رسمة القوس تاعتها الفاء رسمة القوس تاعتها منبسط على السطر أما القاف تنزل إلى أسفل السطر في آخر الكلمة إذا كانت متطرفة أما في وسط الكلمة وأول الكلمة فهي متطابقة فهي متعتبر من أخوات الحرف في الكتاب لكن إذا كانت في النهاية القاف تنزل عن السطر بيقوس مختلف عن الفاء الممتد ومستطال على نفس السطر شو بتهمنا هاي؟ بتهمنا مرات في بعض المصاحف خاصة المصاحف ورش ما بيضعوا النقاط على الحرف الأخير معتمدين في الحرف الأخير على شكل الصحة فيمكن تلاقي الكلمة بدون نقاط ورسمة القوس هذا مختلف عن رسمة القوس هذا فمنعرف أنه هاي قاف وهاي فاء فهاي بتهمنا المعدومة هناك إذا كنا ندرس في مصحف ورش اتصال قصير مثل هاي فاء اتصال قصير ممكن الفاء زي القاف تيجي باتصال طويل يمكن تيجي مربوطة أو متراكبة مع الحروف مثل مع الياء ممكن تيجي مثلا مع الألف بهذا الشكل أو الألف المتطرفة الخنجرية اللي بتكون مبدلة عن ياء فبتيجي بهذا الشكل فمثل ما ينتبق على القاف وينتبق على الفاء فهي مثلا جاي اتصال من تحت الجيب هنا اتصالها مع الواو بهذا الشكل ومع الهاء بعدها هذه الاتصالات هاي الموجودة في الخط يعني إذا كنا منتحدث عن برامج التي تدرس الرسم العثماني والبرامج التي تدرس تحفيظ القرآن كتابيا الفاء والقاف من حرف التي يسر تمييزها لكن بيبقى لدى الطالب أنه يميز موضوع بالرسم أنه يرسم قوس القاف والفاء مختلف إذا كان في آخر الكلمة الباء برضو من الحروف السهلة تتمييز الباء في أول الكلمة ووسط الكلمة في آخر الكلمة فيها اتصال قصير فيها اتصال طويل فيها اتصال متراكب مع البياء هذا الاتصال متراكب إذا كانت قبلها غير متصلة بمقابلها بتيجي بالزبط فوق الباء هنا بتيجي موضوع أنه الطالب الأعجم يميز أنه هنا فيه باء هو بيعرف هذا شكلها فهنا ما يجي يتفاجأ بهذا الشكل اللي هو متراكب مع البياء ما بيعرف هين الباء موجود خاصة أنه نقطتها بعيدة شوي هنا مثلا المتراكب مع البياء لاحظوا أنه هون البياء هلا هاي فوق الجيم لكن إذا كان فيه حاء اللي هي أخت الجيم نفس الشي بتصير متراكب الباء بهذا الشكل فوق الجيم أو الحاء فهذا التراكب أيضا الطالب مش متعود أن القوس موجود لأسفل فبيلخبطه أنه الحرف أين هو أن القوس اختلف لأنه صار تركب على الوزائد تجاه القوس اختلف هنا لاحظوا شكل القوس هنا أسفل الهائجة هنا إذا كانت منفردية هنا شوي علية عن السطر لأنها بدأت تلتقس حرف بنزل تحت السطر فتحسبانا مع النون مثلها مع الراب ترتفع فوق السطر فهي بعض الأماكن اللي بتختلف فيها رسمة الباء عن اللذي المعتاد تبدأ بتحتاج شرح للطالب أين هي الباء بما هذه البيمة شوفوا مرة تانية اتصلت من أعلى الميم اتصل على الوزائد قليب القوس فهذه نحتاج إذا كنا مدرس لأعاجب أنه ننبيهم عليها الميم أيضا من الحروف الشفوية الميم إلها الرسمة هاي بسميها هاي اللي احنا بنسميها الريب ميم مدلة مدلة يعني نازلة نازلة إلها جزء سفلي هاي الميم مدلة موجودة منفردة وبتيجي بآخر كلمة لكن جديد بالنصحف حفص لاحظنا إنه الميم اللي نازلة للأسفل تم تخلي عنها وكثير من المرات صاروا يرسموها ميم صغيرة هاي بسموها ميم صغيرة هاي بسموها ميم مدلة هاي اسمها ميم صغيرة ففي مصحف حفص الجديد النسخ الجديد بالنصحف حفص في الفترة أخيرة نجد انه حاولوا يقللوا من هاي الميمات المدلة في اخر الكلام صاروا يعتمدوا الميم الصغيرة في اخر الكلام الميم الاول الكلمة ووسط الكلمة واضحة بس بنا ننبه اذا كنا برطاني منعلم لطلاب عاجم او ناس زهار لصدفال انه لاحظوا اتجاه الميم يمكن هي الدائرة الوحيدة الاتجاه الاسفل اما الدوائر الاخرى اللي موجودة في دخل كلمة العين دائرتها الاعلى اذا منحكي عن الفاء خلنا ندور على فاء او قاف انه الدوائر هم موجودة للاعلى لماذا غيروا في الميم لا اعرف لا اعرف لماذا غيروا فالدائرة هي للاعلى اذا كانت عين اذا كانت فاء اذا كانت قاف اذا كانت واو دائما الدائرة الاعلى الميم هي الوحيدة اللي دائرتها للأسفل طيب لاحظوا هاي بدي اعطيها للطالب الميم دائرتها للأسفل بتكون مع السطر عادة هاي مثلا ثمنة لاحظوا دائرتها هاي اتصال قصير اتصال طويل مع الياء شوفوا متراكبه مع الياء هنا متراكب من اعلى مع الياء هنا مع الالف بهذا الشكل شوفوا مع الميم مع اللام قبل هاللام ثم صارت الميم أسفل منها صارت تراكب علوي بتكون فوق الحاء والخاء بتكون فوق من اعلى في فاتح السور بتكون مرسومة بهذا الشكل مهتدين لاحظوا برضو اتصالها مع الهاء باختلف هنا غير عن هون منهم لاحظوا هنا معنون اتصارات مختلفة فبتصير اعلى من السطر عندما تتصل معنون اللي راح تنزل تحت السطر فكعموم هي النقطة انه الميم دائرتها للأسفل يمكن هي الوحيدة مما لها دوائر اللي الميم دائرتها للأسفل اخوات الحرف في صورته بالنسبة للبا كل الحروف اللي بتفيقلها صحن احنا ما سميه صحن اخواتها الاخوات المباشرة هي التاوثة ليش لانه البا والتاوثة تماما متطابقات ان كانت اول كلمة وسط باخر الكلمة هناك تطابق مع الياء والنون والهمزة اذا كانت وسط الكلمة او اذا كانت الياء والنون في اول الكلمة هناك تطابق ما عدا علامة الضبط بيستطيع التضبق اما الياء لما تصير متطرفة بتصير الها شكل اخر البا لما تكون متطرفة الها شكل اخر فهذا التشابه بفظ Britney مع أول كلمة وسط الكلمة أما التطابق الكامل مع التاء والثاء والباء بالنسبة للفاء متطابقة مع القاف حكينا في كل شيء ما عدا القاف المتطرفة بتختلف إذا بنحكي عن الميم لا يوجد له التطابق مع شيء ليش؟ لأنه هي الوحيدة اللي ممكن ميم نازلة لتحت الميم هي الدائرة الوحيدة اللي نازلة لتحت لو شوفوا القاف مثلا لاحظوا القاف كيف موجودة لفوق السطر القاف موقف فوق السطر الفاء فوق السطر الواو دائرتها فوق السطر الميم هي الوحيدة فلا يوجد لها أخوات في الرسم مشابهات لصورته العين مع الفا والقاف زي ما حكينا مرة الماضية مع القاف نفس الشي العين والغين الدائرة هاي ممكن أن ألخبطها مع الفا والقاف لكن اللي بيميزها هي وجود السن الصغير هاد لاحظوا السن الصغير وهذه دائرتها مصمتة مغلقة أما الميم والفا والقاف هي دائرتها مفرقة النون زي ما قلنا مشابهة لبعض الصورة إذن النون المتطرفة اليا المتطرفة الهمزة التي لها صورة الهمزة على صورة كل هذه الحروف إذا كانت في الآخر تخرج من تشابه مع الباء وتخرج إلى حرف آخر ناشئات لفظه لا يوجد للفا والباء ما ينشأ يعني الفا والباء لمرسومه لملفوضه أما في الميم يوجد عندنا ناشئ واحد لها عندما يحدث الإقلاق يعني ما بيكون عندنا ميم مش مرسوم الميم ثم ينشأ عندنا هذا اللفظ ينشأ بحكم القلب اللي هو إذا كانت الميم نون الساكنة بعدها حرف الباء فإذا النون الساكنة بعدها حرف الباء بيحدث عندنا هذا النشوء النشوء فلاحظوا شو اللي بنشأ عندنا نشأت عندنا ميم مخفى وحتى هذه الميم المخفى مرسومة زي ما بتلاحظوا لاحظوا هاي الميم هذه علامة الإقلاب إنه في ميم مخفى هذه الميم التي ظهرت نشأت ولم تكن موجودة سابقا طيب إذن هذه الميم لاحظوا إنها فوق النون رسمت فبدل أن يرسم إنه رأس الحاء الصغيرة عليها علامة الإظهار هنا رسمت ميم فوق النون وهذه ممكن أن تحدث حكم القلب ممكن أن يحدث وسط الكلمة ويمكن أن يحدث آخر الكلمة مثل ومثل الإخفاء يمكن أن يحدث وسط الكلمة وممكن يحدث آخر الكلمة أما حكم الإضغام لا يحدث إلا في آخر الكلمة بس حبيت أوضحكم الإظهار والقلب والإخفاء بيحدث وبسط الكلمة وآخر الكلمة أما حكم الإضغام لا يحدث إلا في آخر الكلمة فممكن نلاقي جو الكلمة مثل كلمة لا ينبذن لاحظوا إنه الميم موجودة فوق النون في وسط الكلمة إذا كان لدينا تنوين فالميم تبدل تستبدل إحدى التنوينات فالتنوين الأول موجود ثم الميم تكون رسمة الثانية هي الميم المدلة هاي ليش حبينا نحكي عن الميم مدلة وعلامة الضبط لأنه عندنا في إيش اسمه ميم صغيرة وهي إحدى علامات الوقف في عندنا ميم صغيرة لعلامة وقف هذه إيش مختلف فبالتالي إحنا الميم اللي نحكي عنها في حكم الإقلاب هي الميم المدلة وليست الميم الصغيرة المرسومة في بعض الآيات في بتلاقي ميم صغيرة وتدل على علامة الوقف اللازم علامة وقف لازم طب ماذا يعني إنه التنوين تذهب إحدى حركاته وتبقى الثانية ترسم ميم الذي يعني ذلك يعني أن لازم أحكي الحركة قبل أن أدخل في حكم الإقلاب فإذا كنت حابت أحكي علي مم بذات الصدور مثلا قبل ما أحكي علي مم بذات الصدور بدي أعطي ضم كاملة قبل أن أدخل في حكم الإقلاب إذا كانت سميعاً بصيرة بدي أعطي الفتحة كاملة للعين بدي أعطي الفتحة كاملة قبل أن أدخل في حقم الإقلاب وهكذا إذا كانت عطلم بعد ذلك الزنيم عطلم بدي أعطي كسرة كاملة قبل أن أدخل في حقم الإقلاب بدي أنتبه على هذا الموضوع مش بس نشوء الميم وإنما إحكام الحركة قبل أن أدخل في الحكم لفظ الأساسي ميم وبوفا مرة ثاني أخرجنا الواو لأنه تم ذكرها مع الواو المدية وتم تحليلها هناك حتى تكون الأشياء متقاربة معا فإحنا هنتهاك الداثة بس على الميم والبا والفا وهي عندنا المرققة مع إعتماد قليل إعتماد قليل يعني ما في ضغط على الشفاء ما في شد ضغط على الشفاء الميم مخفى بتكون خفيفة التلامس بين الشفاتين الفا والبا لا يوجد ضغط على الشفاء أما مع اعتماد هنا الميم العادية فيها شوي الضغط على الشفاء والميم المشددة لسه ضغط أكثر فهو اللفظ الأساسي ميم وبا وفا كلها مرققة لكن موضوع الاعتماد على الشفاء هنبدأ نفصل إن شاء الله لما نأخذ شكل الشفاء إن شاء الله نتقيكم مع الجزء الثاني